اهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة من دورة تعليم برنامج كامتازيا السوديو ضمن دبلومة المونتاج في المحاضرة السابقة شرحنا موضوع الانتقالات وان شاء الله في هذه المحاضرة رح نتوسع في موضوع الانتقالات وناخذ بعض التطبيقات الاحترافية ناخذ مثال اخير بالنسبة لانتقال motion graphic مثلا نجي لقائمة annotation ونضيف هذا الشكل هذا الشكل ممكن ان يكون بها المسافة نخليه بها المنطقة ونضيف لون اختار لون مثلا اصفر وطبعا لا ننسى انه نحذف drop shadow ناخذ copy بنسبة لهذا الشكل ctrl c ctrl v خليه بها المنطقة ممكن ان يكون متلاسق مع الشكل الاول ونغير لونه الى اللون الاحمر مثلا او البرتقالي او هذا اللون الازرق ناخذ ctrl c ctrl v وممكن ان يكون بي اللون الاخضر ممكن انه اخبر افتح قليلا ctrl c ctrl v ممكن انه نختار لون مثلا ممكن هذا اللون بعدها ctrl c ctrl v ممكن انه يكون بي لون مثلا ابيض او ممكن انه يكون بي لون ازرق ممكن انه هذي الاشكال نستبدل اماكنها وممكن انه نضيف لون ابيض طبعا ctrl c ctrl v نخلي هذا الشكل بي هالمنطقة وممكن انه نضيف لون ابيض طبعا هذه الاشكال نحاول انه نحددها كلها ومن ثم نحاول توسيط المساحة جيد جدا الخطوة التالية هي ترتيب الظهور بحيث انه تكون ظهور هذه الاشكال بشكل متلاحق طبعا نختار مثلا هذه المنطقة وممكن انه نكبر time line وفي هالمنطقة ممكن انه نحاول انه نقلل حجم الشاشة حتى تصير عندنا مساحة ممكن انه تكون بي هالشكل تصير الطابة السيطرة تصير جدا انه تقوم بي هالشكل في الوطني ايضم السيطرة بي هالشكل بي هالشكل جيد ولكن نحتاج أن نرتب أنه هذا الشكل المفروض أنه يظهر ثاني شكل طبعا نحاول أنه نصعد إلى الأسفل وننزل الشكل الأول نخليه في البداية وهذا الشكل يكون ب الأعلى نشوف الظهور تمام أيضا هنا عندنا يجب أن يكون ترتيب هذا الشكل يصعد هذا الشكل أيضا يصعد طبعا هذا الشكل الأزرق ينزل إلى الأسفل ومن ثم يظهر عندنا هذا الشكل ومن ثم الشكل الأخضر طبعا هذه المشكلة بسبب أنه بدلنا الأشكال في أماكنها وطبعا فرصة يعني أنه صارت عندنا هذه المشكلة حتى نعرف شون عالجها جميل جدا الخطوة التالية هي نضيف تأثير بيهافرز إلى هذه الأشكال مثلا أنه نختار بيهافرز معين وليكن هذا النوع نلاحظ جميل جدا نحاول أن نحدد هاي الأشكال كلها ونضيف هذا الانتقال بيهافرز نشاهد جميل جدا طبعا الخطوة التالية هي فقط أنه نحولهن إلى جروب من خلال أنه نحددهن ونضغط كليك أيمن ونختار جروب بعدها نشاهد مكان الانتقال هل هو مناسب أم لا تمام جدا أصبحت عدنا مجموعة من الانتقالات لو إجينا صغرنا العرض نشاهد أنه هذه الانتقالات اللي هي الانتقالات البسيطة انتقالات جميلة ولكنها بسيطة أما بالنسبة للانتقالات الموشن جرافيك نلاحظ أنه انتقالات تفاعلية أكثر وتعطي شد انتباه أكثر مثل ما تلاحظون هذا النوع ممكن أنه نضيف ميوزيك من اللايبري نختار ميوزيك تراك مثلا نختار فاد موسيقى معينة ولتكون هذه الموسيقى فيها المنطقة ممكن أنه نقلل الصوت قليلا نشاهد ممكن أنه نضيف بيهافرز أيضا إلى الصور ممكن أنه نحدد الصور جميعا نحدد هذه الصور ونروح إلى قائمة بيهافرز ونضيف مثلا بيهافرز هذا البيهافرز إلى هذه الصور ونشاهد فقط أنه نحذف الصور الزائدة مثلا هذه الصورة جميل جدا ممكن أنه نضيف فقرة إلى الخاتمة ممكن أنه هذه الصورة النهائية ممكن أنه نحاول نوسع حجمها ونضيف animation ونجي إلى more ونختار animation وممكن أنه نضيف title to left فيها المنطقة يعني بعد ما تظهر جميل أيضا ممكن أنه فيها المنطقة ممكن أنه نضيف title ونضيف مثلا كتابة من قائمة annotation ونجي إلى أول خانة ومن ثم نضيف هذا النص فيها المنطقة نكتب مثلا 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 graphic مثلا control A ونحاول أنه scale يكبر وممكن أنه اللون نضيفه لون أحمر وطبعا نختار bold جميل جدا ممكن أنه يصغر شوي الحجم يكون 70 وطبعا نضيف ممكن أنه الموسيقى تصعد إلى الأعلى ونضيف نص آخر هذا النص ممكن أنه يكون نكتب به مثلا ممكن أن نكتب بهذا النص مثلا بها عبد الستار control A وأختار مثلا لون أبيض وطبعا أكبر حجم النص وطبعا bold وأخليه فيها المنطقة ممكن فيها المنطقة لgraphic ممكن تكون ممكن تكون أعلى طبعا ممكن أنه أحددهن وأخليهم في المنتصف وأضيف behaviors إلى هذه النصوص من خلال أنه أختار more ومن ثم behaviors أختار هذا التأثير أضيفه إلى text الأول وأختار مثلا تأثير آخر مثلا هذا التأثير أضيفه إلى النص الآخر ولا أنسى أنه أروح على behaviors properties ومن ثم من type أختار text وأختار right to left نلاحظ التأثير طبعا ممكن أنه أضيف animation إلى طبعا أختار more وأضيف animation أختار مثلا animation أختار مثلا scale to fit ممكن أنه أشوف من المساحة كبيرة من المساحة كبيرة ممكن أنه شوي أقلل الحجم ومن ثم أضيف scale to fit تمام نشاهد العمل طبعا هذا عمل بسيط وطبعا أجريناه على صور اللي هنه صور جامدة ولكن أصبح عندنا عمل متحرك وتفاعلي بشكل مميز نلاحظ العمل موسيقى موسيقى جميل جدا هذا فيما يخص الانتقال motion graphic طبعا ممكن أن نزاوج بين motion graphic والترانزيشن الاعتيادي يعني مثلا لو هذه الصورتين الصورة الأولى والصورة الثانية وضعناهم في time line من خلال click amen ونختار add to time line الخطوة التالية نضيف انتقال motion graphic مثلا إذا أجينا إلى قائمة annotation واجينا على نافذة books واختارينا مثلا هذا الشكل طبعا هذا الشكل يفضل أنه نلغي من عنده drop shadow الخطوة التالية أنه نحاول نصنع animation لهذا الشكل حتى يكون انتقال طبعا نحاول أنه العرض يكون 25% وطبعا هذا الشكل نحاول أنه يكون ضعف العرض ضعف المساحة ويكون فيها المنطقة وممكن أنه ننطي لون وليكن أخضر أو لون آخر وليكن أخضر وليكن هذا اللون الأزرق الخطوة التالية نضيف animation إلى هذا الشكل من خلال animation بعدين نروح على animate أو animation ومن custom طبعا فيها المنطقة راح نمرر الشكل على نافذة العرض تمام جدا نشوف العمل جيد ممكن أنه شوي يتوسع ويكون إلى اليسار قليلا أو إلى اليمين ممكن نكبر العرض طبعا حتى نضبط توقيت الانتقال نخلي المؤشر في المنطقة الفاصلة بين الصورتين وطبعا نتحكم بمكان الانتقال إلى أن الشاشة يملأها النون الأزرق نلاحظ تمام جدا الخطوة التالية راح نضيف انتقال هذا الانتقال اللي هو انتقال transition عادي أحد هذه الانتقالات مثلا راح نختار الانتقال هذا نضيفه إلى motion graphic ونشوف شون راح يصير طبعا صار عندنا هنا انتقال عادي وصار عندنا هنا انتقال motion graphic نشوف شون راح يصير تمام طبعا ممكن ما بيين الانتقال لأن الانتقال بعيد عن motion graphic فممكن انه نحدد motion graphic ونخلي انه بدايته يكون مع بداية الانيميشن طبعا نحدد هذا الشكل طبعا نضغط على هذا الخيار اللي هو split layer ونحاول انه هذا الجزء نحفه من خلال delete ونضيف انتقال الى ونضيف انتقال الى motion graphic ونشوف شون اللي راح يصير تمام جدا نلاحظ انه صار عندنا motion graphic مثل ما تلاحظون هاي الحركة جميلة جدا طبعا تعطينا لمسة هذه الحركة طبعا ممكن انه الانتقال يتوسع اكثر ونشوف تمام جميل طبعا ممكن انه نحاول نجرب تأثيرات اخرى مثلا ممكن انه نضيف هذه المربعات ممكن انه تكون من الطرفين جميل او ممكن يعني نضيف هذه جميلة وهكذا نقدر نجرب هذه الانتقالات الى ان حصل على تأثيرات رائعة جدا او ممكن انه نضيف هذه الاشرطة رائعة وهكذا نقدر نجرب او هذه الانتقالات ونزاوجها مع الموشن جرافك طبعا هذا هو جزء بسيط في موضوع الانتقالات وان شاء الله يعني في بقية البرامج كالافتر افكت والبرومير راح نتوسع بشكل اكثر واكثر على موضوع الانتقالات واجب هذه المحاضرة هو تطبيق لما عملناه في هذه المحاضرة كذلك يفضل ابتكار موشن جرافك او تأثيرات متزاوجة بين الموشن جرافك والانتقال العادي نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى